أهلا بكم يا برج الحوت في القراءة العامة والقراءة العاطفية لشهر مارس كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عيد ميلادكم إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم بكلكم اكتبوا لي في التعليقات عيد ميلادكم يوم كام واحتفلتوا بي ولا لسه إن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم بكلكم هنعمل مع بعض دلوقتي أول حاجة قراءة عاطفية هنشوف أحوالك مع الشريك بالنسبة للمرتبطين هنشوف كمان المنفصلين أخبار العودة إيه والعزاب مين اللي جاي في الطريق كمان في نهاية القراءة هنسحب كروت لأحوال العمل وأحوالكم الصحية وهنستحب لكم نصائح من الملائكة فأتمنى أن القراءة دي تفيدكم إن شاء الله القراءة دي تنفع لبرج الحوت شمسي قمري صعد وهي كمان فينوس الزهرة فاللي منكم فينوس قمري أو صعد حوت وبرضو القراءة دي تنفع لي فخلينا نبتدي مع بعض القراءة ونشوف خير بإذن الله برج الحوت شهر مارس حسنًا خير برج الحوت شهر مارس برج الحوت شهر مارس انا اعتقد أنت في مشكلة مادية ممكن تكون بتمر بها في شغلك او مريت بيها في السابق حتى لو ما بتشتغلش انت حابب ان انت يكون معاك فلوس وحابب تشعر بالامان المادي لانك حاسس ان الفلوس اللي معاك مش كفاية وانت مثلا محتاج ان انت تشتغل على نفسك تاخد كورسز مثلا تطور من السكالز بتاعتك علشان تقدر ان انت تلاقي شغل احسن فبتفكر ازاي ان انت ممكن تلاقي شغل كويس ومش بس تتلاقي شغل كويس انت ممكن تكون بتشتغل وكل حاجة لكن مش حاسس بالامان المادي فانت نفسك ان انت يكون معاك فلوس وتحس ان انت مسنود على مبلغ وان انت تحس بالامان المادي ويكون معاك فلوس يعني فانت كل الشغل تفكيرك دلوقتي انت تعمل ده ازاي اكيد طبعا عاطفيا الموضوع العاطفي يهمك لكن انا بشوف انت مطنش الشريك شوية او مهتمي بيه كل حاجة لكن ممكن تكون ركنه على جنب دلوقتي يعني كل اهتماماتك دلوقتي في ان انت ازاي تأمن نفسك ماديا والشغل والفلوس بالزبط يعني لان انت حاسس بعدم الامان وبعدم الاستقرار المادي كمان في حاجة ممكن يكون الشخص ده في ما بينك وما بينه تعاملات مادية انت كنت بتساعده مثلا كتير وهو عارف ده فاحتمال برضو يكون فيما بينكم خلاف مادي او حاجة وانت بتديت مثلا تسحب شوية اهتمامك ده لانك حسيت انه بيستغلك مثلا لبعض منكم المهم ان هو شايفك دلوقتي ان انت بتعمل توازن انت مكنتش متوازن عايف السابق في الاخذ والعطى ففكرة ان انت سحبت نفسك او اخدت جنب شايف انه انت دلوقتي بتعمل توازن او بتفكر بتدرس العلاقة بتشوف انت على طريق الصحيح ولا لا فهو شايفك دلوقتي قاعد لوحدك بتعمل بتعمل توازن بتعيد حساباتك بتشوف انت ماشي صح ولا غلط على كل حال استغلك بقى ما استغلكش هو الشخص ده بيحبك وعنده مشاعر اتجاهك ايا كان اللي ما بينكم ايه كمشاعر هو بيحبك وانت مهم بالنسباله وهو مستعد دي يعمل علشانك اي شي دي خليها على جنب كده بغض النظر عن اي شي بس ويرد يكون حصلت ما بينكم مشكلة ممكن يكون انت مش فارق معاك قوي ومركز مثلا على فلوسك اكتر لكن هو فارق معاك جدا يعني وبيفكر فيك طول الليل ومش عاجبه ان العلاقة تمشي بالشكل ده يجوز لبعضكم هو عنده اكتر من عرض في العلاقات يعني وفي الحياة العاطفية لكن هو لسه ما عملش اختيار طيب هو ناوي بقى يعمل ايه ما هو اكيد انت مش هتقبل ان انت تكون في مقارنة مع اخرين هو ناوي انه ينهي علاقاته كلها معك ومع غيرك وبعد كده يشوف قلبه رايح فين فانا بشوف انه في الفترة القادمة هيحب انه هو ياخد خطوة جاهك هيحب انه هو يختارك ويمكن هو اقل منك مثلا او كده في شيء لكن هو هيحاول قدر المستطاع يعمل اللي يقدر عليه علشان يكسب اسعادك وعلشان يكون معاك فهيبذل كل جهده انه ياخد العلاقة دي خطوة لقدام معاك يعني بس انا بشوف برضو انه محتاج شوية وقت وانت نصحتك انه الموضوع متوقف عليك هل انت هتقبل تستنى وقت كتير ولا لا دي كل الفكرة انت خلال الوقت ده شغال على نفسك شغال على تطوير ذاتك فده شيء كويس برضو يعني طيب خلينا نشوف طيب ملائكة الحب هينصحكم بايه انت ممكن تكون بتتعامل مع برج دلوى او ميزان البرجين دول موجودين معانا اكتر من مرة في برج الحوت زيكم العقرب والجوزاء القرص والسرطان وطبعا الطاقات كلها موجودة هونيمون الشخص ده هيحاول ليصالحك ويقدم لك كل اللي يقدر عليه بس هو غالبا عرضه مش هيعجبك يعني انت مثلا خلاص بقى يعني ضيعت كتير وحرقت كتير وعايز زواج على طول فالشخص ده مثلا هيقول لك لأ تعالى نتعرف وبعد سنة مثلا نتخطب بعد سنة كمان نتجاوز فالموضوع مطول هي دي امكانياته بس غالبا امكانياته دي مش هتنزبك علشان كده قلنا لك ادرس انت الموقف وشوف هل عرضه ده انت مستعد تستنى ولا لا الموضوع واقف عليك لكن على كل حال هو هينوي نية جدا تجاهك يعني لانه منجذبلك وانت كمان منجذب له بيقولك فيما بينكم طاقة مغناطسية قوية جدا يعني انتو منجذبين لبعض بغض النظر عن اي شيء بالنسبة للمنفصلين انا بشوف ان الشخص ده مهتم بيك قوي بيرقبك جدا لكن هو لابس ماسك وما بيظهرش اهتمامه ده شغوف جدا ان انتو تاخدوا العلاقة بسرعة لقدام تعملوا حاجات كتير كويسة مع بعض لكن هو ما بيقولش ده ما بيعبرش عن ده مهتم بيك قوي ولكن في السر اه طيب خلينا نشوف هل هياخد خطوة جهك ولا لا اه طبعا هياخد خطوة جهك من بعد طول امتظار يعني ان شاء الله يكون فيما بينكم عودة وترسيم للعلاقة مرة اخرى بعد يعني ما استنيته مدة طويلة جدا بس برضو العودة دي ممكن تاخد لحد اخر الشهر يعني اه بالنسبة للعذاب في عروض كتير حواليكم يعني انتو جذبين وحواليكم اشخاص كتير وفي عروض كتير حواليكم فبرضو قرار يرجع لكم يعني بس انتو شكلكوا اصلا العذاب ما بتفكروش في الارتباط دلوقتي طيب بما ان الموضوع العملي شغلكم اكتر شيء فخلينا نشوف احوالكم في العمل رايحة فين في ناس منكم سابت عمل يعني او اضطروا ان هما يجي ما فيش شغل فكرة كويسة جدا لو حاولت ان انت هتلاقي اي شغل من خلال الانترنت يكون عمل جانبي لحد ما تلاقي شغل كويس فحاول تعمل كده حاول تدور على شغل اونلاين تتسند عليه لحد ما تلاقي شغل كويس يعني فهني دي هتكون فكرة كويسة عفوا اموركم الصحية متلخبطة شوية في عندكم الام في المعدة اراق البعض منكم برضو ممكن يكون في عنده مشاكل في عربيته المهم انه فيه الام تخص المعدة والاراق ما بتناموش كويس ما بتاكلوش كويس اللي منكم برضو بيسوق حاولوا ان انتو تسوقوا بحذار لان انتو تركزكم شوية مش ما تزبط في الفترة دي بسبب ان انتو ما بتناموش وما بتاكلوش كويس فحاولوا تعملوا الكنترول على الجزء دي طيب خليني اشوف الانجل انسر هينصحوكم بايه طبعا لو كنتم اول مرة بتشوفوا القناة يشرفني انضمامكم لأسرة القناة بانكم تعملوا سبسكرايب كمان لو كنتم من المتابعين القدامى ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو تعملوا شير تكتبوا لنا تعليق جميل لان دا بيفيد القناة بشكل كبير خلينا نشوف الانجل انسر هينصحوكم بايه ابندنس جيلك فلوس فما تقلقش بقى ان شاء الله يعني امورك المادية هتتحسن وهتتزبط وهيجيلك فلوس ان شاء الله فما تشلش همي يعني بيقولك اذا كنت تؤمن كل حاجة هتبقى تمام لو انت امنت ان هي هتكون تمام فاشتغل بقى على قانون الجذب وان شاء الله كل اللي انت عايزه هيكون وحاول تسعى على قد ما تقدر يعني ان شاء الله يجيلك شغل بس تحاول لان ممكن العمل الانلاين دا يسندك في وقت كتير ما تكونش تلاقي شغل يعني طيب خلينا الاول ناخد من اليونيفرس كارت للمصيحة خلينا نشوف بيقولك السعادة هي النور الحقيقي فحاول انك تكون مبسوط انت شكلك مداء جدا يعني فبيقولك حاول تتبسط وتسبها على ربنا ويعني تتعامل كأن اللي انت عايزه كان هتلاقي جالك على طول يعني بيقولك انت اللي بتصنع احلامك يعني فحاول انك تصنع احلام ايجابية وتفكر افكار ايجابية يعني تمام ناخد بقى اخر كارت من الفيرز بيقولك التجربة اللي انت مريت بها دي علمتك حاجات كتير قوي وزودت منطقتك روحانية بشكل كبير قوي وهو كمان شايفك كده وانت بقيت كده فعلا العلاقة دي علمتك دروس روحانية كبيرة جدا لدرجة ان الاخرين بقوا يتعلموا هم كمان من التجربة دي طيب قبل ما نقفل القراءة حط شخص في بالك وخلينا نخد لك رسالة منه نشوف الشخص ده عايز يقولك ايه خلينا نشوف بيقولك انا مقدرش اخد خطوة قوية او يتجاهك انا خطواتي بسيطة يمكن لدرجة ان انا مقدرش اخد خطوة جاهك مش علشان انا ما بحبكش او مش مهتم بيك لكن هيا دي طاقتي هيا دي امكانياتي وهيا دي ظروفي فاتمنى ان انت تتفاهم ده انا مش بطيء انا مش بخيل لكن انا ظروفي وامكانياتي كده يعني دي جسالة لهو عايز يقولها لك ده كان بالنسبة لكم يا برج الحوت بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة عفوا وبتمنى لكم السعادة والحظ الموافق مع السلامة اشتركوا في القناة